رح نقصر رقم قياسي موجود في موسوعة قنيتز ولكن كيف عن طريق طائرة شرائية رح نطلق هالأعلى مكان موجود في السعودية أعلى خنشورة طيارات عالم مفتوح منها الطيارات المدنية والطيارات الحربية لو نتكلم عن الطيارات في لها أصناف كبيرة الفضل يعود لله ثم عباس بن فرناس الشخص اللي حاول أن يطير لفترات كبيرة يقال أنه وصل إلى ألف محاولة من الطيران ولكن استحاد طيران طلع بعزة الخالق عز وجل اللي هو عن طريق الطير كانت الناس إذا شافت عباس يحاول يطير كانت تقول إيش هذا المهبول ولكن بعد فترة عباس بن فرناس أثبت نظرية الطيران ولكن بشكل بسيط بعد فترة اطورت هذه الحالة وصلنا إلى الطيارات الكبيرة اللي قاعدين نشوفها قررنا اليوم أن نجرب محاولة من محاولات الطيران قبل ما نبدأ مقطع اليوم حبيبي وعزيز المتابع لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات أقلنا شوي على الثلاثمائة ألف متابع قبل يومين جماعة الخير قررت أدخل إلى موقع موسوعة قينت قعدت أبحث عن الأرقام القياسية الموجودة في سنة 2022 لكن ملقيت أي شخص قسر رقم الطائرة الشراعية قررت أني أكسر الرقم هذا طبعا في كل احتفالية مئة ألف لازم أكسر رقم داخل موسوعة قينت شيء ذا أنا حرفيا أعجبني وحبيتها أنا حرفيا أحب التحديات وقبلت في التحدي هذا قررت أني أدخل أحد المواقع وأطلب طائرة شراعية كبيرة والله العظيم ما أدري كم قاعدت من يوم ولكن والله طولت بشكل مرة كبير طولت مو عليكم في المقاطع لا طولت على ما تيجي الطيارة أوريكم الطيارة اللي معنا ثواني هذه الطيارة أوكي كلها متر واربعين الطيارة هذه ولكن يا أخي مدري حسق صغيرة يعني ليل اللي أنا أعلمكم وش رح أسوي الآن أسهم بالله يا عيال أول ما شفت الطيارة هذه ذكرت أيام الطفولة أيام يمكن أبوي ودين أول الشرقي والخبر روح على الكرنيش ونخ طيارة وكذا ورقية تمام لكن رح أعلمكم الخطة اللي نبغى نسويها في الطيارة وش رح نحط فيها كاميراة جو برو وبعد الجو برو يا جمعة خير طالب الكس النارة مستحيل لنا ينقضى مستحيل مستحيل قوي قوي مرة قوي خاطرنا يقص يدي لأنه حاد والقفوس أولى خمسمية متر ولكن مثل ما أنتم عارفين بما أنها طيارة ورقية تحتاج أن يكون المكان مكشوف وفيه هوا رح نجرب تجربة بسيطة للطيارة هذي لأنه أنا شايف فراسي طيارة ثانية الطيارة ذيك أكبر بكثير مما تتوقع فودي والله العظيم أني أطلب الطيارة ذيك ولكن خنشوف الطيارة هذي إن سوي لها تجربة هذي رح تطير ولا لا ستجرب صباح الخير رح نجرب الطيارة الآن في مكان بعيدة شوي وفيه هوا خذ نجربة ثواني كان فاضي بس أول شي لازم نعرف الهوا وين حين نسوي تست بس لو عيد التجارب هذي بشكل متكرر ما رح تضبط معنا الحركة الآن في أشياء من عوامل الطيران ناقصة لازم نوفر ثلاث عوامل من عوامل الطيران مادة معترضة هواء مصطدم وجهاز تحكم للأداة لما نروح للهواء المصطدم مثل من تعرفين حنا في منتصف السعودية لازم نتجه الأماكن تكون أعلى ارتفاعاً ويكون الهواء أسرع سوينا بحث بسيط عن سرعة الهواء الموجودة عندنا ولازم نحدد يوم تكون فيه سرعة الهواء مرتفعة المقطع هذا رح يكون متعب بشكل مرة كبير بسبب أنه قاعد يمشي على أوامر الطبيعة قررت أني أبحث عن أفضل يوم تكون فيه سرعة الهواء مرتفعة وقررت برضو أني أروح لمكان يكون مرتفع لأبعد درجة وطلبت الطائرة قبل يومين من الآن الطائرة رح تكون كبيرة لأبعد درجة وأتمنى أن حلمي يتحقق يا رب طيارة الثانية طيارة هذه أكبر من الطيارة لقبل طرق ضعف الحجم يعني الطيارة هذه أكبر منها مرتين واضح واضح كستها كبيرة مرة والله مرتبين حطين مربطين هذه كبيرة والله والله هذه كبيرة مرة 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 كبيرة مرة مرة هذه حبالة هنا واو واو برشاة والله كبيرة مرة كبيرة مرة هذه اللي راح نطر فيها الفجر بإذن الله ونقصر فيها وسعة جينتس الأرقام القياسية يا عيال والله يوحي كبيرة تعالوا وريكم تعالوا شوفوا حجمها يا جمعة الخير والله كبيرة كبيرة مرة مرة باقلوا بوريكم شيء أنا طولي متر وثمانين أوكي هي أطول مني أنا متر وثنين وثمانين يمكن يبط خيلون هذه أطول مني غربتي خمسة في خمسة شوف كيف ما أخذ الغربة يا ساتر يا ساتر قسم بالله العظيم قررني يا جمعة الخير روح المكان بعيد والمكان هذا اتفقنا عليه أنا إياكم قبل ولكن استغربت أن هذا المكان يبعد عني ما يقارب ساعة وخمسين دقيقة ولكن اللي سمعت أنه مكان مكشوف وفيه جبال قررت أني أروح له جمعة الخير والله عبود جايبني في مكان أول مرة أشوفه تعالوا عبود تعالوا عبود لا تهرب لا تهرب تعالوا عيالي إذا أخطفت قسم بالله العظيم أنه عند هذا يا ويلي المكان أو أنا كملي كملي 27 سنة موجودين في سعودية صح والله العظيم أني ما قد جيت لمن المكان ذا نهائيا تمول وترياغة يا ويلي بعد شوي بتنطلق الدرون بوريكم شوي من المكان يا جماعة الخير والله فيه هوا والأمور إن شاء الله أنها ممتازة بإذن الواحد اللي حتخلينا أوريكم المكان بالكاميرا الآن شوفوا يا جماعة الخير طرح ما أدري أنتو تشوفونا زين ولا أنا الحالي مكان مكان فاضي ناظر ناظر يساق فاضي فاضي مرة 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 حلب الشيخ ابن الشيخ طبعا عبود يا جماعة الخير ما أعرفتكم العبود تعالوا خلونا أعرفكم بعدين أعرفكم على شيء القدامي عبود متى ونعرفك بداية أسمر ألو؟ ألو؟ جا حدري على طول طبعا هو اللي كان مصور حقنا في التيم آآ ما شاء الله والله خب غامدح كاغا ما دي أصير كذاب تسلو مئة ألف عمل ما لدي أمدح طيب هذي الضيار يا جماعة الخير بنفتحها بعد شوي خلنا أعرفكم على الشياء اللي جبتها هذي بلونات اللي صورتها قبل شيء عندكم في البقالة ولكن خدت واحدة ثانية وحين الأقراض حقتنا اللي هي حبل السنارة وهش بعد ايه هذي هذي ما دي اللي يجعبها والقوبرو إن شاء الله نقدر نركبها وإن شاء الله نتكون تشيلها الطيارة إن شاء الله هذي ذا ماذا عندنا هنا درون خلنا نشوف الدرون عبود هنا عبود ولا نروح قدامي هنا في عندي كمتان ها في عندي كمتان وورا خنجرب هنا ونجرب وورا يلا يلا خي يلا خذني أركب دي يا له يلا شخص صناتا معك اليوم ايه طيب أول شيء شفر رح أسوي جاي بنا بلونات تمام بان فخ البلونات وان بحطها حطها بتفخ ذي كلها ليه ما تفخها عشان تساعدنا أن ذي تطلع فهمت لما فيها عصة طيب في سؤال ملي علمك الفكرة هذي والله من راسك اوكي شف هنا اقول لك عبودي ما اقول لك قبل شو نحطه هنا طبعا للأسف الحركة هذه مضبطة معنا وقررنا نشيل البلونة طيب جمعات خير نبغى نشوف الحين الهواء وين يجي معاه بالضبط طبعا حنا رعين بر فهمتوا شف الهواء اين يجي ونراح معك راح كذا لا والله اي والله اشوفه راح يصار لاو ايه راح يصار من عندك نافر شف اي والله انو شو نسوي نجي كذا صح نجي عكس الهواء اي نركب كذا نجي عكس الهواء اي يعني نركب كذا اي والله تروح منه ياب تصدمه قبلنا ساعة تغزوت ساعة وربع يويل يويل ان شاء الله تضمت يالله ستوب يالله اي والله اشير مبكف بيلا هوا يا ولد ها بيلا هوا ايه ايه روح 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 ايوه ايوه سوى لقيتك سوى اي سوى 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 يا ويلي والله يجوعة خير قاعدين نحاول ولكن عايت تضبط على ان في مكان مرتفع مرة والله والله مرتفع مرة ولكن احس عبوتي شو يبيلها يبيلها نركب لنا عامود في نص الطيارة كذا معترض عشان الطيارة ما تتعفض حم كيف يعني استعال وريك تعال شوف الطيارة من هنا ما دل بس احسه ونركب عامود او خشبك اذا غوص شجر اه حم ماس عن", هذه ما اك conj quo طوح ملوخ عيو位 بصبأ اي نعان أين دقسم كان مختار طيب يا جمحة خير محاولة ثانية يوم السابع شاربية فتعنينا الآن نصل الذي نصل بوجود من مكان تجربة تجربة تعال اريكم الدرون اريكم المكان اللي حنا فيه واوك شين تركناها شكنا بعد نبغ نكمل حنا شو هيراك قطرها ان شاء الله ان شاء الله انها طيب لو نروح منطقة الشرقية فانك يضبط حين